أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج ماط أموريس عندما بدأوا في تحليل مباريات ونهضروا على الخصم دينا وشني وقع في الفريق وشني وقع في الفريق وأي حاجة غادي نعملوا جرد الأحداث وغادي نهضروا على أي حاجة وقعت من نهار توقفة البطولة تنهار لي غادي تبدأ فيه تابعوا معانا باش تتعرفوا التفاصيل نهار 14 مارس في هذا العام كان الفريق في مدينة أسفي كي يساعد باش يلعب برديده مع أولمبيك أسفي فريق كان في الأوتيل كل شي هو هذا كي يسن وغلوغت المباراة باش يلعبوه والمعنوية كان طال عام بعد نتائج إيجابية اللي حق الفريق مع طمجد نهار كي يأتي قرار من وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالمغرب سيمنع التجمعات ومباريات والأفراح وأي حاجة فيها الناس بزاف ومنها البطولة الوطنية ولهذا الفريق يرجع في حاله من أسفي كي تتوان من ذلك الوقت الذي يقعوا بشكل أحداث كان لدينا إيجابية وكان لدينا سيلبية سوف نجرد لكم بالتفصيل إن شاء الله نبدأ بالنقطة الأولى الإدارة وفي حال جميع الفرق فرضت على اللاعبين أنهم يتدربوا في المنازل وفي البيوت لكي يحفظوا على اللياقة البدنية لا نعرف أي ساعة يمكن أن ترجع البطولة وملاعب يخصوهم يكونوا في الفورما أخير صعيبة لما قلنا شيء مستحيل حيث ترينامينتو في الدرمشي و ترينامينتو في كامبو ولكن ملاعبية قاموا بالواجب تبارك الله اليوم الثاني شيء والتي هي إيجابية بزاف حكم الجائحة والظروف صعيبة التي قد مر من المدينة دينا والتي كانت أصلا قبل كوفيد 19 بعد ملاعبية لما قلت شيء تقريبا كاملين أنا أعرف أن أيوب الكحال ويوسف بوشتا ولعبين آخرين قاموا بمبادرات خيرية وزعوا قوفة على الناس وعلى الأسر المعويزة ومن هذا المنبار نشكرهم ونشكر حتى الفريق لخصص السيارة لكي يكونوا رح نشارة الأطقم الطبية وأي واحد يحتاجون في هذه الجائحة الثالث حاجة التي سنضروا عليها وهي قضية اللايفات والإنستغرام محمد أشرف أبرون إدارة النادي البلاغات قبل من أيام من شهر رمضان كانت هناك الموضة جديدة التي هي اللايفات في الإنستغرام يظهرون نجوم ومشاهير يظهرون معهم الناس يظهرون على الماضي يظهرون على أي شيء يرى نوجه جديدة يرى الكثير من الأشياء ومن هذه الناس الرئيس المنتدب السابق محمد أشرف أبرون الذي قرر يعمل اللايفات في الصفحة على الإنستغرام لكن البداية كانت في الصفحة على الفيسبوك الذي قرر يعمل فيها اللايف يكون عبارة عن أسئلة وأجوبة بين الجمهور يطرحون عليها أسئلة وهو يجاوب عليهم ومن ثم تحول الإنستغرام يقع تصادف نجوم دوليين مغاربة نبيل ديرار وآخرين يجمع الكثير من الملعبات الملعبات التي تدوم معنا بطولة 2012-2014 كانوا يظهرون على التاريخ للكواليش ويقع لم يكن يعرفه الجمهور صراحة استمتعنا باللايفات مع كورونا الحجر الصحي القنط لم يكن يتعدل كانوا يظهرون على الفترة الذهبية المغرب في 2012 في أفريقيا المدرب عزيز العمري ومثلات الوجوه لعبه مع الفريق حتى هنا كل شيء جيد حتى نهار مع المكعازي بدأوا تهودوا على شم شام الفريق وطلب لي أنه يتصل بالرئيس لكي يجدد مع العقد والرئيس يخوي به حسب لي أن الرئيس يتهرب منه لكي يجدد مع العقد وليس يقرر أنه يمشي للرجاء ومن بعد كانوا لاعبين آخرين في حال مصر ميموني زهر ناعيم حتى لا يقولون نفس الكلام تقريبا بأن الرئيس لا يجاوب عليهم في التليفون الإدارة لم يكن نقل لكم وفي دورها خرجت بلاغ تجاوب فيه على جميع النقاط من أهم هذا النقاط أنه الهدف هو استقرار نادي وطبعا نحن عارفين نماد أشرف وطبعا لم يكن من العاقزين عمل في نفس الوقت ويرد عليهم على هذا الشيء وحلل البلاغ نقطة بنقطة ومفاجأة من هذا الشيء كامل هو أنه أعلن على الترشح رئاسة المغرب تيطواني في الانتخابات القادمة ومشروع كامل مكمول من حال هذه من الأيام التي كان فيه رئيس منتدى بن الفارق ودابا سوف نقوم بالنقطة الرابعة وسوف نبعد من انتخابات والصراعات وسوف نقوم بالعودة البطولة الوطنية في عز هذه الأزمة نادي أعلن على التعاقد مع الإطار الوطني ريدا حاكم وهو دابا مدير تقني لمركز التكوين والفارق كامل لكي يكون العمليماجي مدرب للفارق إن شاء الله أيضا الفارق جدد الكنتراد ريدا بو ناقا لعامين أخرى وأيضا النادي يتعاقد مع ملاعبيا السابق أنس المرابط ابن الضار سوف نقول له مرحبا بك في الضار ديالك وهذا بالنسبة لي لك يعني حاجة واحدة هو رحيل أحد اللاعبين في نفس المركز كنت مننا لا يكون شيء المساوي خامسا الفارق رجع للتداريب الجامعة والعصبة الوطنية قالوا بلنهار 25 في شهر 7 عجلة البطولة الوطنية سوف يترجع ولكن بالمؤجلات وأول مباراة عنا سوف يكون نهار 5 غشت ضد الرجاء البيضاوي في لامبيكا قبل أن يترجعوا ملاعبيا التداريب فارق كامل بالإداريين بالمساعدين بالمدربين باللاعبين كل شيء يعمل فحص كورونا والحمد لله النتائج كاملة جاءت سلبية وكل شيء هذا التداريب والاستعدادات بدأت بتقسيم اللاعبين المجموعات في السمانة الأولى بعد السمانة كل شيء يتدرب مع بعض الفارق كامل يتدرب كمجموعة واحدة ومن ثم سيقرر الفريق أنه يدخل معسكر تدريبي في الرنكون والذي فيه سيكون مجموعة المباريات الودية مع فرق من الدرجة الثانية والأولى الشيء الذي مزيئنا في هذا التوقف هو أننا قدرنا نعود ملاعبيا حمزة حجي وزكريا العيود والذي يعزوا المنظومة الدفاعية قيادة يوسف تورابي الحمد لله اللاعبين الأساسيين والأجانب في الفريق كمارتين سيسوكو وطوني لم يسافروا البلدان وإلا كنا سنكون في مشكلة كبيرة لأنهم لا يشكلوا دعمة كبيرة لخط الهجوم المغرب التطواني الحمد لله أنهم بقوا هنا ونقوزوا معنات كورونا نقوز هذا النقطة السلبية في هذا المعسكر هذا النادي سيخرج البلاغ الذي يقول فيه أنه وقف لاعب أيوب الكحال بسبب سوء سلوك بحسب المصادر أن لاعب أيوب الكحال تخلفوا الصراع وحسبوا وشت مع لاعب سيسوكو وطبعا هذا السلوك يرفضوا الجمهور والمكتب وجميع محبين فريق المغرب التطواني ومحبين الرياضة بشكل عام لأن الرياضة أخلاق قبل كل شيء جمهور التطواني أعرف بأن هذه التصرفات لديه هدف آخر تطرق الأخنابي الذين لم تروني فيديو آخر سيتجبره هنا ورسالا أيوب الكحال كانت منه وقت تكون قدوة اللاعبين ولاعبين مركز التكوين وتكون أحسن مثال اللاعب التطواني ولا تكون العكس هذا سنقوم برنامج المباريات أول برديده سيكون لدينا نهار خمسة مع الرجاء بضاوي فلمبيكا نتمنى اللاعبين يكونوا في الفورما ويكونوا يستعدون جيدا على هذه المقابلة حيث هذه المقابلة هي المفتاح إذا أغلبنا سنكسبوا ثلاثة نقطة أخرى التي ستجعلنا اللعب مرتاحين وبعدنا على مؤخرة ترتيب وقراء من المشاركات الخارجية إذا قدرنا نجيبه مشاركة هذا العام سنكونوا مزيانين عندما قدرنا شيء نتمنى من المدرب أنه يدخل أكبر عدد من اللاعبين للأمل لكي نكسبوا خالف قوي من هذه اللاعبين إن شاء الله وبهذا سنكونوا تفادينا مسلسلة لقوزنات ثلاثة سنوات إخوان السلام عليكم تحية لجميع وعيد مبارك سعيد كيف يعرف الجميع البطولة هي بدت والفارق دينا وقد عرفون لقد واجه فريق الرجاء البيضاوي دائما تكون مستعد دهنيان وبدنيان وتقنيان إلا كان شيء فريق الآن تؤثر بالتوقف البطولة والفارق دينا لأن بعد السلسلات لهذا متعادلات مع المدرب بياديرو تمت الإقالة المدرب وجاء مدرب جديد وانتصرنا وجود انتصارات وتوقفت البطولة كنا يمكن نمشوا في ذلك الحماس كيف يقولوا اللاعبين مغرب السلسلات ولكن توقفت البطولة وهذا يعني عادي بالنسبة ل هذا الواباء وهذه الجائحة اللي كان الآن هاي انطلقت البطولة من جديد وفارق الرجاء البيضاوي غيواجهننها الاربع كنت كنت تناقش مع شيء أصدقائي دينا فارق الرجاء البيضاوي في حال تقريبا تقريبا هذا الرجاء اللي يقدر ينتصر لانه واحد فارق قوي وعنده واحد تركيبة بشرية يكفي اما إذا اقترنا نوقفه بدنيا انا كنت نظن كيف مرغي يكون هذا الرجاء البيضاوي لانه لعب ثلاثة بارتدوس وعاد لعب نهار الحد لعب الحد وعاد لعب الأربع إذا عنده مئة ثمان ومسألة أخرى هو أن فارق الرجاء البيضاوي يلعب على البطولة وما عنده شيء الهامش للخطأ تعدل بالنسبة له ما سيكون في حال هزيمة إذا نحن كنت نظن هذه المسائل هذه كاملة يعني كتصبت في مصلحة هذه ومسألة الأساسية هو أن هذا العام ينسوا ما يقولونها اللاعبين ويحمسهم بأن نحن هو الفريق الوحيد هذا العام يبقى من هذا الملعب إذا هذي كملة نقطة كتصبت في صالح دينا مسألة أخرى وليقدرنا أن نتصره هو أن نحن هذه الساعة سنطلقه يعني الانطلاق الحقيقية وممكن بهذا اللاعب الذي لدينا أن ممكن أن نتصره أربعة خمسة وتجبرنا في الرتبة الثانية أو الثالثة ممكن حسابياً سيكون البطولة ممكن أن نبدوها حسابياً كنقول ولهذا كنقول هذا البرتيد يجب أن نلعبه ونحن يعني يعني مرتاحين لا قدر الله ونهازمنا ليس مشكلة ولكن يجب أن نحاول أن ننتصره لا نلعب شي على الله ونسننا ونراجع اللعب الكرة دينا لأن سنكون بين جد الفراق التي تريد الكرة ونجد المدارس تقريباً متقربة ونحاول اللعب الكرة دينا ونحاول نستفده من من الفرص اللي غادي يجيونا وكيف قلت لكم ونحاول اللعب ونحاول اللعب لذلك لا يوجد نحاول اللعب لذلك قبل لا يتقال المدرب وكان تمنى أن المتصر الرجاء يكون بعد ما ننتصر لنا برنامج المباراة كيف قلت السلام عليكم وتحياتي تتوان وإن شاء الله غالبي هذا إن شاء الله ودابا نخليكم مع برنامج المباراة برنامج المباراة وصلنا النهاية للحلقة نتمنى تكون الحلقة الأولى برنامج مات أموريس نالة الإعجاب لكم إذا تريدوا التواصلوا معنا مرحبا بكم على الحسابات لنا في السوشال ميديا في الفيسبوك في الإنستغرام تويتر واليوتيوب مات أموريس ومات 1922 هذه هي الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي ستجبرونها فيهم أراكم في حلقة قادمة إن شاء الله تاهياتي طوان أولادك سيضائر أمو سيضائر اشتركوا في القناة